يمكن أن نرى مع مرور الدقائق هطول الأمطار في ملعب اللقاب هطول الأمطار متوقع اللي نتمنى هطول الأهداف على أرضية الملعب هذا اليوم ونستمتعوا إياكم بجو هذا اللقاب اليوم وكعادة ملعب الإمارات مستعد وجاهز لهذه المواجهة وفي هذا الحضور الجباهير الكبير من خلال ملعب نادي أرسنال وتنطلق المباراة بالفعل الكرة ملعوبة من مسافة يبحث عن المهاجم يلعبها ببراء ينطلق إلى الأمام بسرعة احتكاك بدني كبير التحام قوي بين اللاعبين هنا زيدان وأجمل بينيه والتزديد ضربهم كواهم أحرق مرماهم لا يمكن أن يضيع مثل الكرات لو كنت ما كان بالتأكيد سأسجلها أحرز الهدف الأول في توقيت مبكر تألو غير عادي من الدفاع في مباراة اليوم بيلرين يسيطر على الكرة باري الهدف الوحيد في المباراة كان هو الحاسب للنتيجة في نهايتها هدفه قابل لشيلان يمروا يلعب كرة بينيه تسديده في اتجاه المرمى يالها من كرة كادت أن تصبح في غاية الخطورة شاكا أرسنل زحواد على الكرة ولكن سيطرة يمكن اعتبارها سلبية بدون خطورة تذكر على مرمى الفريق الخاصن يرسلها بعيدا عن مناطق فريقه عدت الكرة ويمور لعبة جميلة تسديد أجمل كرة باتجاه المرمى الله ما أروايك ينجح في التسجيل قوة كبيرة وشجاعة أمام المرمى هل شاهدتم هذا السيناريو من قبل هدفين متتاليين يا لها من كرة بكل سهولة يضحى في المرمى وخالفة واضحة جدا ركل حرة يحتسب الحكم كرة طولية إلى الأمام يلعبها طويلة بيلرين شاكا يبحث على اللاعب في المنطقة الأمامية يستعيد الكرة مرة أخرى يلعب كرة بينية يمكنهم الانطلاقة في هدفة مرتدة يا لها من فرصة خطيئة تزديد يلعبها في المرمى يلعبها في المرمى يلعبها في المرمى جداً شوفوا الثقة التي تزديد من أول لمسا لمسا بينياب يمررها لها بشكل جيد رأسية مذهلة مرت الكرة بير أوباميونغ اعتبار صعب وانتهى الشرط الأول أعتقد أنهم يقدمون أداء مثالي في هذا اليوم بدون أي أخطاب وأظهروا بالفعل قوة هجومية ودفاعية وتوازن كبير في الملعب وها هي صافرة الانطلاق زيدان انطلاق من جهة اليمين توريرا ضغط قوي وينجح في استعادتها قد تكون هذه فرصتهم مرت الكرة بشكل جميل باريب يلعب كرة طويلة كرة خطيرة إلى الأمام إيقاف الهجمة في الوقت المناسب قبل أن تكون الأمور أكثر صعبة فاتت ومرت وصلت إليه باريب زيدان أوزين صافرة من حلقة المبارات هذه كرة غير شرعية بداية السلل والحارس يلعبها بعيدا عن مرمى وصلت إليه أوزين يحاول أن يلعب كرة بيني بيلرين يتفوق في المواجهة البدنية يحصل على الكرة يتقدم اللاعب في الجهة اليسرى ها هي التزديدة على الكرة الخطيرة لم ينجح في أن يسدد الكرة بشكل مطلوب تزديدة من مسافة بعيدة الكرة تلت العارضة شاك بضغط قوي تمكن من افتكاك الكرة طقف الهجمة هنا تنتهي الأمور هنا أرسينال يحصل على الكرة مرة أخرى أوزين بيلرين أوزين ضغط قوي وينجح في استعادتها يحاول تمريرها من بين عنفرة فرصة الكرة تضرب في القائم وترتد كرة مقطوعة بامتياز كرة مقطوعة يسدد تصطدم الكرة في القائم أضاع فرصة سهلة للغاية كان في مكان خطير جداً أمام المرمى الكل ينتظر الهدف من هذه المسافة لكنه ضيئها بطريقة غريبة جداً يتوقف اللعب الآن سيتم مترات غير تلعب الكرة إلى الأمام يتدخل يونه الهدف قبل أن تشكل خطراً على فريق يعد إلى مطقت انتزاب يحاول أن يسدد الكرة من هنا الكرة في المرمى بكل سهولة واريحية في هذه المباراة تنتهى كل شيء أصبحنا نشاهد مباراة في اتجاه واحد أنهى الهجمة بشكل رائع مثل هذه اللقطات تؤكد لك قيمة التهديفية العالية سيطرة غير عادية مطلقة تماماً بالطول والعرض في هذه المباراة كرة تمر من الجميع كرة خطيرة إلى الأمام والتن... هل قائم مرة أخرى يحرم اللاعب من التسجيل يقع جميل لعب على الجيل اليسرى وهذه أخطر كرة في المباراة يتفوق في المواجهة البدنية يحصل على الكرة محاولة من تهيات اليسار ويستمر في انطلاقته في محاولته هل يمكن أن يستغل فرصة للتسجيل بلا رقابة وبالتأكيد في مثل هذا الموقف مستحيل أن يضيع الفرصة أرسنل يدفع بعراق جديدة يتم تغيير في هذه الأثناء الأمر بدأ وكأنهم يلعبون لوحدهم في هذه المباراة الخصم وضع يثير الشفقة بصراحة اليوم يحصل عليها الحكام يطلق صافراً ليعلن نهاية المباراة شاهدنا براعة نجوم خط الوسط في صناعة الفرص براعة مهجم